أبا الخير ما سمعت من شيخنا الشيخ أبي حامد هذه المقولة إيش كان يقول أبا رشيد كان له مقولة في هذا المعنى يقول أبت النفس الخبيثة أن تخرج من الدنيا إلا بعد أن تسيئ لمن أحسن إليها أبت النفس الخبيثة أن تخرج إلا بعد أن تسيئ لمن أحسن إليها هذا نفس اسمه خبيثة خبيثة وما أكثر هذا قال واحتمال الجفاء والعياذ كنا نعمعك عن شيخ نذير مكتبي الله أرضى عنه كمان ذكر لي هذا والله كمان ملقيه ما ذكر لي اسمه أليك واحد من أحب الناس إليه ويحبنا فجأة يا لطيف قال لي انقلاب صار من أعداء الأعداء عليه قال لي صلي إذا دعوت يترك المجلس ويمشي الله أبد قال لي التلميذ بتعلمه عشرين سنة بتعلمه بتنصحه نصيحة تقسو عليه بكلمة لصالحه بينقلب عليك وبتركاك وبيعمل صفحة وبينشر عرضك على التسبوك هذا عم تكلم الآن لسه ما خرجنا الآن الآن لازلنا في المسجد عم نحكي عن جفاء لي بالمسجد ويتعلم القرآن تعلم الفقه ومع علمائهم شلون بقى الآن لو رحت على الأسواق ورحت على مين هذا صاحبنا شو سيدي بيت من الكافي نعم كذلك الصنع علموا لهذا عنده شغيله علموا الصنع هاي شو اسمها طرنجي هاي خراطة طرنجي وعلموا عشر على عشر قال لي كل ما عندي أعطيته إياه قال لي بعد ما أخذ كل شيء عندي عمل لعبة علي أخذ العمال ورا فتح محل تاني شو سيدي وأخذ الزبائن كله وإذ هذا الخبيث إيش كان يصنع كان عم ينسق مع الزبائن شوف الخياني أنا كذا ونسق مع الزبائن تعو فتحوا لي معمال شو سيدي بشغلكم أنا أوالي وهي بلاستيكي وغيرها بالنص وبالربع وهذا ما أكثره ها وهذا اليوم في أيامنا ما أكثر هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل ذلك بعض الناس يبخلون خوفا من الخيانة يبخلون أحيانا ببعض الأشياء ها مثل هذا الرياضي اللي عم يعلم الرياضة يعلمه تنميذا له علمه 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 ها لما ذاك تعلم تماما صار يتحدى لمعلم تبعه تحداه أمام الناس ها بالمصارع تحداه تحدى أستاذهم فنزلا في حلبة مصارع حركة واحدة ثبته شو سيدي أم شو قال هذا التلميذ قال له بس الحركة ما علمتنيها قال له نخبي لك أهل هل الوقت هادي يا خاين قال له نخبي لك أهل هل الوقت يا خاين قال له هل حركة ما علمتني أنا نخبي لك أهل واحتمال الجفاء وأول ما يمتحن بي حسن قلق الصبر عادة واحتمال الجفاء احتمال الجفاء والله بتكلم الشهرا ما بتتخلص عن موضوع احتمال الجفاء الجفاء الذي الآن بين الأزواج وبين الأولاد وبين 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 الله أغضع عن سيد الشيخ حسين خطاب معه الأخلاق العجيبة أبدا الذي يحدث بهذا هذا الجمعة زبادني كان يبيع خطيب جامعة القيصر يبيع لوحاته ومرايا وكذا هو عم يتحدث بالمسألة يتوفي هذا الله يجعله فعليين قال كان الشيخ حسين خطاب الله يغضع عنه بده يروح شو سيدي يبارك لواحد مثلا الله هذا أبا أنور شو سيدي زوجة بنته وهو يزوج بده يبارك له يتصل فيه يقول له والله أنا راح لبيته فلال أبعت لي لوحة لبيته فلال ويحاسبه فيها يروح يأخذ معه هدية كان شيخنا الشيخ حمدي عرابي يقول لليد الفارغة منتنة منتنة وأكثر الأياد اليوم منتنة يذهب إلى بيت أبيه إلى أبيه يأخذ ما يأخذ له شيء إلى أبيه كل بلادة يا واحد جلست زرته رجلا جاء أولاده كلهم حضروا نظرت ما واحد منهم حمل شيئا لأبيه فعرفت أنا أعرفهم بخلاء أعرفهم فما بقدر بسكوت أنا فتت من موضوع إلى موضوع بلش نقر عليهم أم أحسوا بهذا إيش يبدوا أن يعتذروا إسمعوا اعتذار أقبح من ذب إسمعوا ما هو الاعتذار أم واحد منهم هذا الكبير وهم المنتن شو سيدي قال لي أبونا غني وأبونا ما بحاجة أبوك الآن الذي ربك وعلفك ثلاثين سنة الآن العطية صارت مثل عطية الفقير تنتظر فقه حتى تصدق عليه بصدقة المبحج يا حسرة على العباد جفاء احتمال الجفاء بخاصة جفاء أقربائك كل واحد منكم لأنه أردنا كل واحد له حكاية مع أقارب إذا عندهم علم مثل الأفندي تلاقيه الإقارب وحاز دينه على العلم إذا عنده مال مثل عكاية هذا شو سيدي بتاجر مو بالكاجو شو اسمه هذا المسموع فيه خلينا على فستو أعبيد سمعت خاف نعم محسود على المال وهذا كل واحد عنده حكاية من هذا إيه حكاية من هذا الجفاء وحسبنا الله ونعم الوكيل سيدنا معاوي قال لأحد الشعراء قال لأحد الشعراء قال له حدثني بأعجب شيء رأيته في حياتك شو صار معك بالحياة قال له والله كنت في سفر فدخلت شو سيدي بلدة فرأيت فيها جنازة اسمعها القصة يا حلو شو سيدي قال فمشيت في الجنازة وعندما أرادوا دفن الجنازة قعدت أبكي على الميت قعدت أبكي على الميت وأنا أبكي رددت أبياتا من الشعر من جملة يعني هذا ما في ذني الآن الشاهد في البيت شو سيدي قال يبكي عليه الغريب طيب عن القصيدة أبو حفص يبكي عليه الغريب ليس يعرفه وذوق رابته في الحي مسرور فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت بيسير كذا هل أبيات فجاءه الرجل قال هو أتدري من قائل الأبيات سمعاني أبو حسن أتدري من قائل الأبيات قال قال لا والله قال قائل الأبيات هذا الميت الذي يدفن الآن الميت الذي يدفن هو قائل الأبيات وها أنت غريب تبكي عليه وهؤلاء ذوق رابته مسرورون بموته يبكي عليه الغريب ليس يعرفه وذوق رابته في الحي مسرور